اشتركوا في القناة وزمانها مع ترجيحه الساحة السورية أفيك دور لبرمان لموقع إلاف السعودي إذا هاجمتنا إيران سنضرب طهران وكل المواقع الإيرانية في سوريا موسكو تبدي قلقها من تصريحات ترامب وماكرون بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وتؤكد أن لا إمكانية لإدراج تغييرات عليه بدء الاستماع في مقر منظمة حضر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إلى الشهود بشأن فبركة الهجوم الكيميائي في دوما مرحبا بكم قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إنه من الممكن تحديد كيفية بداية حرب بين إسرائيل وإيران غير أنه ليس متيقنا من زمانها ومكانها وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي رجح ماتس نشوب هذه الحرب في سوريا لأن إيران تستمر في دعم وتأييد إجراءات الحرب بالوكالة عبر حزب الله وفق تعبيره ماتس أكد أنه لا يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وأن المناقشات لا تزال جارية وأوضح أن هناك بعض الجوانب التي يمكن تعديلها في الاتفاق وهذا ما تعمل عليه واشنطن مع حلفائها الأوروبيين وفق مقال ماتس وفي تصريح لموقع إلاف السعودي هدد وزير الأمن الإسرائيلي أفي قدور لبيرمان بمهاجمة طهران إذا هاجمت إيران تل أبيب لبيرمان أشار إلى أن إسرائيل لا تريد الحرب مع أحد لكنها لن تسمح بمنصات إيرانية في سوريا مهما كان الثمن لبيرمان توعد في تصريحه للموقع السعودي بتدمير كل موقع إيراني يهدد إسرائيل في سوريا معتبرا أن النظام الإيراني يعيش آخر أيامه وفق تعبيره قلق لبيرمان المستمر من إيران زاده أيضا إعلان موسكو أمس عزمها على تزويد سوريا بمنظومات متطورة قريبا نظرا إلى تأثير ذلك على حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الساحة الشمالية منال إسماعيل كل تحذيرات إسرائيل للروس بخطورة نقل منظومات دفاع جوي متطورة إلى سوريا يبدو أنها لم تنفع حتى تهديد وزير الأمن أفكدور ليبرمان بأن إسرائيل ستدمر المنظومات الروسية في سوريا في حال استخدامها ضد طائراتها لم تلقى أذانا صغية في روسيا أيضا إذا تم تفعيل منظومات سلاح روسية ضدنا في سوريا فسنعمل ضدها وإذا أطلق أحد ما النار على طائراتنا فإننا سندمره إعلان موسكو تزويد الجيش السوري بمنظومات أكثر دقة وخطورة في المستقبل القريب رفع منسوب القلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خشيتاء الحاق الضرري بحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي وتقييد حركته في الساحة الشمالية الرد الإسرائيلي على الإعلان الروسي لم يتأخر حيث أعلن رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت تمسك إسرائيل بحرية عمل سلاح جوها في المنطقة لن نسمح بتقييد عملنا الجوي إسرائيل ستحافظ على حرية عملها وعلى الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية وهذا المبدأ سنتمسك به للأسف فإن حكومات سابقة أخضعت في لبنان ودفنت رأسها في التراب وسمحت لحزب الله الذي كان منظمة صغيرة أن يتحول إلى تهديد مهم مع 130 ألف صاروخ القلق الإسرائيلي ليس نابعا فقط من منظومة الأسف 300 بل من اعتبار أن روسيا لم تلتزم بتعاهدها منع إيران من الاقتراب من الحدود مع الجولان المحتل إسرائيل توجهت عدة مرات في الأسابيع الماضية إلى روسيا واحتجت أمامها لعدم التزامها بتعاهدها الذي أعطته بمنع دخول قوات إيرانية إلى منطقة الحدود مع إسرائيل في الجولان مسؤولون إسرائيليون كبار قالوا أن رسالة الإسرائيلية أرسلت عبر عدة قنوات صحيح أن تزويد روسيا الرئيس السوري بشار الأسد بمنظومة أس 300 ينقل بحسب مراقبين رسالة إلى الولايات المتحدة لكنه في الوقت نفسه يستلزم استعدادا إسرائيليا مختلفا للسيناريوهات التي قد يواجهها سلاح الجو الإسرائيلي في الساحة الشمالية موسكو من جهتها أبدت قلقها من تصريحات الرئيسين الفرنسي والأمريكي بخصوص الاتفاق النووي الإيراني الناطق باسم الخارجية ماريا زخروف قالت أن روسيا لا ترى أي إمكانية لإدراج تغييرات أو إضافات على الاتفاق النووي الإيراني روسيا قلقة للغاية من تصريحات ترامب وماكرون فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني ولا ترى أي إمكانية لإدراج تغييرات أو إضافات عليه في الثامن والعشرين من نيسان أبريل سينعقد لقاء استثنائي سيجمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسيبحث لفروف أثناء لقائه الوزير الإيراني مجموعة واسعة من المسائل حيث سيتبادل الجانبان الآراء حول المواضيع الإقليمية والدولية الهمة بما فيها تصعيد التوتر حول تنفيذ خطة العمل الشامل المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي من جانبه علي أكبر ولاية مستشار المرشد الأعلى الإيراني لشؤون الدولية أكد أن بلاده لن تتمسك بالاتفاق النووي إذا تسبب لها بالضرر وفي تصريح صحفي أشار إلى أن إيران لن تقبل عقوبات جديدة ضدها تحت أي مسمى لكنه أكد أن طهران ستخرج من الاتفاق إذا خرجت واشنطن ولفتها إلى أن إيران ستعمل ما يخدم مصلحتها إذا كان طرف من الأطراف يريد نقد الاتفاق النووي رد إيراني صارخ بوجه الموقف الأمريكي حيال ملف تعديل الاتفاق النووي الاتحاد الأوروبي يحاول التخفيف من حدة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يخشى تبعات يوم الثاني عشر من أيار مايو المقبل لم تكتفي إيران الرسمية بالسخرية من موقف ترامب حيال الاتفاق النووي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بدأ حادا في رده على تحديد موعد الثاني عشر من الشهر المقبل لتعديله إذن صحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي سنعلن انسحابنا من معاهدة الحد من الانتشار النووي وسنقوم برد فعل جدي لقد دفعنا الكثير في سبيل هذا الاتفاق على أمل أن ينعكس إيجابا على إيران ولكن ما يحصل هو العكس لذلك سيكون انسحابنا من المعاهدة شرعيا وسنعاقب ترامب بهذه الخطوة أنا لم أر في حياتي شخصا جبانا مثل ترامب وإذا كان يتمتع بالشجاعة فعليه أن يعلن لشعبه أن ما قاله خلال حملته الانتخابية هو كذب التخبط الأمريكي بين رأس إدارتها ووزارة خارجيتها يبدو جليا فبعكس الصورة الصارمة التي يحاول ترامب إظهارها للعالم حيال الاتفاق نفت الخارجية الأمريكية سعيها لمراجعة الاتفاق النووي واكتفت بالقول إنها تسعى فقط لوضع وثيقة ملحقة به لإصلاح ثغراته على حد تعبيرها الخشية من فشل الحلفاء الأوروبيين الثلاثة في إقناع إيران بتعديلات على الاتفاق تؤرق ترامب فيلجأ إلى خطاب التهديد بإعادة فرض عقوبات أمريكية على تهران وعلى العكس تبدو الدول الأوروبية أكثر هدوءا في التعاطي مع الملف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ختام زيارته الأمريكية توقع أمام الكونغرس انسحاب ترامب من الاتفاق لأسباب اعتبرها داخلية ولم يمنح ماكرون أوروبا الحق في مس السيادة الإيرانية أو قطع العلاقات الثقافية معها لا أعلم ما هو القرار الأمريكي لكن إذا نظرت إلى التصريحات والتعليقات التي أدل بها الرئيس ترامب يبدو لي أنه لن يبذل جهدا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران أعتقد أن هذا مجرد تحليل بعض التقدم نحو أسس برنامج نووي مدني محض هو ما اعترف به براين هوك الذي يقود مفاوضات أمريكا مع الدول الأوروبية الثلاث لإبقاء ترامب في الاتفاق قبل انقضاء المهلة المحاولات الأوروبية تتزامن مع إصرار روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا على الحفاظ عليه كأفضل سبيل للحؤول دون تطوير إيران قنبلة نووية البوقف الأوروبي يسمع صداه في أروقة وزارة الخارجية الألمانية الاتفاق النووي جرى التفاوض بشأنه مع سبع دول من بينها دول في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه أو السبداله لمجرد نزوة في المقابل وصف المرشد الأعلى الإيراني آيط الله علي خامين أي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال بعض الدول الخالجية بالكلام المذلي والمهين وأضاف أن العدوان على اليمن ناتج من جهل الدول المعتدية وفقدانها للعقل الرئيس الأمريكي وبكامل وقحته يقف في بلاده ويقول لو لم نكن موجودين لما تمكنت بعض الدول العربية من البقاء أسبوعا واحدا هذا الكلام يعتبر إذلالا للمسلمين وإهيانة وهو مرض خطير نلاحظ اليوم بعض الدول تتغزل بكيان الاحتلال الإسرائيلي ويتحدثون عن علاقات اقتصادية وسياسية معه اليوم في منطقتنا هناك حرب وجهل بعض الدول المتخلفة والتي تفتقد أدنى حدود العقل ترتكب المجازر وتشن الحروب على دول أخرى اليوم ترون كيف يتحول العرص في اليمن إلى مجلس عزاء وتقصف الشوارع والمساجد والمنازل أما في سوريا وأفغانستان تشن الحروب بصورة أخرى بدأت في مقر منظمة حذر الأسلحة الكيميائية في لاغاي جلسة الاستماع لإفادات 17 شاهدا قدمتهم الموثلية الروسية لإثبات فبركة الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دومة السورية الطفل حسن الدياب ووالده أكد أن الخوذ البيضاء في دومة سحبوا الأطفال إلى المستشفى وصبوا الماء عليهم وضعوهم على سرير ثم قاموا بتصوير المشاهد للإيحاء بأن سكان المدينة تعرضوا للكيميائي وأكدنا أن المدينة لم تتعرض لأي هجوم كيميائي من جهتها دانت كلهم من بريطانيا وفرنسا ما سمتها بحفلة التنكر المشينة التي قامت بها روسيا وأكدتها نموسكو تحاول تكذيب التقارير المنشورة عن الهجوم بأسلحة كيميائية على دومة حرار الجيش السوري مجموعة من الأنفاق في منطقة المعامل بحيي المذنية والعسالي وباتجاه بلدة الحجر الأسود جنوب دمشق مراسل المدينة فاد بأن حدة الغارات والقصف المدفعي خفت في اليوم الثامن للعملية العسكرية لتأمين جنوب العاصمة السورية مقارنة مع غارات عنيفة في الأيام الماضية استمرت حتى الليلة الماضية أذو دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة على محاور الحجر الأسود وأطراف حي التضامن رفض رئيس اللبناني ميشيل عون البيانة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف النازحين السوريين في لبنان واعتبر عون أن البيانة مناقض لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها وأشار إلى أنه يعرض لبنان للخطر لأن مؤده توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان مركزا على أن لبنان متمسك بالحل السياسي في سوريا ولا يجوز ربط عودة النازحين بهذا الحل وتواصلون بتقديم هذه النشرة أبرز ما فيها بعد الفاصل مدينة تبريز الإيرانية عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2018 أهلا بكم من جديد مشاهدين في هذه النشرة التي نقدمها مباشرة من العاصمة التونسية ونستأنفها من الشأن الفلسطيني حيث اعتبر نيكولاي ميلادينوف منسق التسوية في الشرق الأوسط أن الوضع في غزة على وشك الانفجار ما ينذر بتفجير الوضع الإقليمي في اليمن إلى غزة وسوريا وقال في إحاطة قدمها أثناء جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط أنه ما من إسرائيلي أصيب بأي ضرر بينما وقع الكثير من الإصابات والضحايا في صفوف الفلسطيني المطالبا إسرائيل بتقنين استخدام القوة النارية شيعت غزة الشهيد الفلسطيني أحمد أبو حسين الذي ارتقى شهيدا برصاص جنود الاحتلال خلال مسيرات العودة فيما طالب عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين بتوفير الحماية للصحفيين وبمحاكمة الاحتلال على جرائمه من جانبه دانا مدير المكتب الإعلامي في غزة سلم معروف المنظمات الصحفية الدولية وقال إن مصداقيتها باتت على المحاك تجاه جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين نحن رسالتنا من خلال نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بتوفير حماية دولية حماية ميدانية إلى الزمراء الصحفيين وكذلك نطالب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى تقديم قيادة العدو الإسرائيلي إلى محكمة الجينيات الدولية كل ما يجري الآن بحق التواقم الصحفية يضع مصداقية كل المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين على المحك فإما أن تنتصر هذه المنظمات والمؤسسات الدولية التي يفترض بها أنها تدفع عن حقوق الصحفيين أو تترك للأسف لحالة التغول وتمادي الاحتلال في جرائمه صدق ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة على قرار يخفف عقوبة الإعدام لأربعة متهمين بالإرهاب يستعيدوا عنها بالسجن المؤبد وصدق ملك البحرين على تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الجندي مبارك عادل والمواطنين فاضل السيد عباس وسيد علوي السيد حسين ومحمد عبد الحسن المتغوي إلى عقوبة السجن المؤبد خمسة وعشرين عاماً غدا تقرار محكمة التمييز العسكرية بإعداء مهم أذوات ظاهر أبناء الجالية البحرينية أمام سفارة بلادهم في لندن رفضاً لأحكام الإعدام بحق أربعة نشطة المتظاهرون رددوا شعارات ضد السلطة واعتبروا أن تراجع السلطات البحرينية عن تنفيذ أحكام الإعدام ليس مكرمة منها بل جاءت نتيجة ضغوط الشعبية والدولية ضد الحكومة البحرينية التراجع الذي رأيناه من السلطات في البحرين يدل على أن هناك انفراج نوعاً ما ولكن هذا مشروط بأن يكون هناك تحرك من قبل شعب البحرين من أجل الضغط المزيد لأن السلطة في البحرين الآن تعاني الكثير من الأزمات طبعاً النظام قد أجرم كثيراً في حق شعب البحرين أولاً أنه أعدم عدد من الشباب قبل حوالي تسعة أشهر وارتكب جنايات كثيرة الآن هؤلاء الثلة من الشباب الأبرياء تعرضوا للتعذيب الشديد حتى طبعاً أحد محاملة سطع يوصل لهم رأى آثار التعذيب عليهم أحدهم مقعد على كرسي قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية العقيد بالحسن الوسلاتي قال أنه تم القبض على شخص يشتبه في مرافقته أو مراقبته ثكنة باب سعدون في العاصمة تونس يوم الثلاثة الماضي الوسلاتي أشار إلى أن المشتبه به لوحظ وجوده في محيط الثكنة عدة مرات مؤكداً أنه تم تسليمه إلى الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة لانتخابات البلدية في تونس أنيس الجربوعي بأنه تم إعداد بطاقات التصويت للانتخابات بجودة عالية وفي ثلاثة عشر انموذجاً من مختلف الأحجام وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عدد القائمات الانتخابية المرشحة في كل بلدية مشيراً إلى أن بطاقة الاقتراع الأكبر حجماً تتضمن أربع عشرة قائمة وأصغرها تضم قائمتين انتخابيتين فقط وأشار الجربوعي من جهة أخرى إلى أنه تم توزيع بطاقات التصويت على الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل الجمهورية مرفقة بمحاضر الفرزي والجمعي كلها تطغى الرتابة على الحملات الانتخابية في مدينة سيدي بوزيد فكيف تنظر مدينة الثورة إلى الانتخابات البلدية وكيف يستعد أهلها لها بلال مبروك تبدو هذه البيانات الانتخابية على تعددها متشابهة في عيون قيس وهو الذي شارك في حراك الثورة سالكا طريق رفض الظلم والاستبدال يقول إن الثورة أكلت أبناءها وكانت رؤوفة بأهل السياسة لكنه يؤمن باستمرار المسار الثوري رغم قتامة المشهد أحيانا الثورة التي صنع ثورة للأسف أنصفت الكل تقريبا أنصفت على تونس أنصفت الإسلاميين أنصفت اليسيريين أنصفت النقابيين أنصفت الجمعين صف ثالث لكن للأسف لم تنصف شباب الثورة وكأن كلام قيس قد وصل إلى مسامع أهل السياسة ففي ضروة الحملات الانتخابية بدت المدينة خالية من مظاهر الدعاية بعض القوائم اختارت التواصل المباشرة مع المواطنين من دون خطابات ومهرجانات دعائية تم العديد من تحديات عن مشكلة ساحة البعزيز المفروض يقع تهيئتها في أقرب وقت عن متحف الثورة عن العديد من المفروض معالجة مشكلة التلوث مشكلة البيئة تم العديد من مشكلة المسالك الريفية العديد من التحديات الموجودة خاصة نحن قضية معناها إنجاح المسار الديمقراطي ونسال الديمقراطي يرى يتمثل في ثقافة القرب من المواطن اللي حاولوا رصال اليوم وتشريك المواطن في اتخاذ القرار خاصة بعد الثورة نسبة البطالة عالية في مدينة الثورة وأهلها ينتظرون الوعود بتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل شعارات الثورة لا تزال بدورها محفورة على الجدران كما الذاكرة لتبقى شاهدة على مرحلة انتهت وبداية مرحلة جديدة قد تحقق طموحات المواطنين وأمالهم تتنافس الأحزاب الكبرى على نيل ثقة الناخبين في مدينة سيدي بوزيد نظرا إلى رمزية المدينة الثورية وطابعها الانتخابي الخاص بلا المبروك من مدينة سيدي بوزيد الميادي وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى محافظة صلاح الدين شمال بغداد قادما من أربيل العبادي أكد من أربيل أن اتلاف النصر الذي يرأسه لديه أطروحة عراقية وطنية عابرة للأعراق والطوائف ويمكنها إدارة البلاد بشكل متطور وأشار في مهرجان انتخابي في المدينة إلى العمل على حل الخلافات وفق الأطر الدستورية والقانونية معتبرا أن أهم مكتسبات العراق بعد الانتصار على داعش ووحدة الصف بين البشمرقة والجيش إلى مراحل متقدمة وصلت استعدادات مفوضية الانتخابات في العراق مع اقتراب الموعد المقرر لإجرائها استعدادات تمثلت باستحداث طرقا للتصويت وتقديم التسهيلات للناخبين ووضع الضوابط لتنظيم العمليات الانتخابية محمد الفات مفوضية الانتخابات في العراق دخلت السباق مع الزمن بخطوات متسارعة فأعلنت اكتمال جميع استعداداتها الخاصة بيوم الانتخابات على مستوى توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين وأجهزة التصويت الألكتروني على المحطات الانتخابية وتجهيز كوادرها التي ستشرف على عملية التصويت فضلا عن ضوابط تنظيم التنافس ومحاسبة المخالفين استعدادات المفوضية العليا المستقل للانتخابات جارية على قدم وساق وصولا إلى يوم الاقتراع هذه المرحلة سوف نستخدم التقنية الجديدة وهي جهاز تسريع النتائج العدوى الفرز الالكتروني الذي يعتبر نقلة نوعية في إجراءات المفوضية العليا المستقل للانتخابات وصولا إلى عملية الاقتراع الالكتروني مما يسهل عملية إعلان النتائج في وقت مبكر سوف تعلن هذه النتائج بعد سوائعات من أغلاق محطات الاختراع النازحون الذين شكلوا عقدة كبيرة أمام عمل المفوضية تم حل أزمتهم وفق المعنيين بعد نشر مراكز تحديث سجل الناخبين في مخيمات النزوح وتخصيص محطات انتخابية لهم في كردستان العراق وداخل المحافظات التي نزحوا إليها وسيتم توزيع أصواتهم على محافظاتهم التي نزحوا منها وهي خطوات وصفت بالمهمة من قبل المراقبين لكونها ستقلل من تشكيك بعض الأطراف في نتائج الانتخابات الآن كل الاتجاهات تصف في إجراء العملية بيسر وسلاسة من أجل إنجاح العملية الانتخابية في يوم 12-5 من هذا العام على مستوى الأمن ومراقبة الانتخابات دخلت مفوضية الانتخابات في عدد من غرف العمليات المشتركة ولا سيما تلك الخاصة بمثاق الشرف الانتخابي أو تلك المسؤولة عن حماية مراكز الاقتراع وهي بالتعاون مع الأجهزات الأمنية اختراب موعد الانتخابات في العراق جعل وطيرة الاستعدادات تتصعد من قبل مفوضية الانتخابات لكونها الجهة المسؤولة الأولى عن نجاح هذه التجربة الديمقراطية تجربة فرضت جهودا مضاعفة لتوفير جميع مستلزمات الانتخابات والحفاظ على نزهتها محمد الفهد بغداد الميادين اختارت منظمة التعاون الإسلامي مدينة تبريز الإيرانية عصمة للسياحة الإسلامية للعام 2018 المناسبة تخللتها دعوات لزيارة المدينة التي تشتعر بأثارها التاريخية والطبيعية أحمد البحراني بلغتهم حي الرئيس الإيراني مواطني بلاده الترك في تبريز فالمدينة أصبحت عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2018 وبالفارسية لم يتردد روحاني في توجيه دعوة عامة لزيارتها فما يميز أهلها كما يقول روحاني أهم من آثار المدينة ومعالمها أدعو مواطني جميع البلدان الإسلامية وأبناء جميع المحافظات لزيارة تبريز فما هو أجمل من محطاتها التاريخية ومن سحر طبيعتها أخلاق سكانها وطباعهم الرائعة ولغتهم التركية الجميلة ولهجتهم الأجمل رأي شاركه فيه سفراء وممثلون عن دول ومنظمات حضروا المناسبة أنا معجب بمدينة تبريز وسعيد بزيارتها وبأنها أصبحت عاصمة للسياحة الإسلامية أرجو زيارتها مرة أخرى تبريز منطقة جميلة وطبيعة رائعة واختيارها من قبل منظمة التعاون الإسلامي كان في محله تبريز بنيت قبل الإسلام وشهدت حروبا وكوارث طبيعية لكنها صامدت اليوم تعيش حقبة مختلفة كلية وهذه الصورة من أجوائها تعكس جانبا من المشهد أكثر من نصف مليون سأح أجنبي ونحو خمسة ملايين من الإيرانيين زاروها عام 2017 ومجهود لمضاعفة العدد خلال ثلاث سنوات في الماضي كان تبريز قطب الرحى للسلالة الصفوية والعديد من الإمبراطوريات أما في الحاضر فهي حلقة وصل جغرافية وثقافية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وتركيا واختيارها عاصمة للسياحة الإسلامية ليس كثيرا عليها هي تستحق هذا العنوان وبجدارة هكذا يقول لك أهلها نحمد البحراني من مدينة تبريز لقناة الميادين ماذا نسأل إلى ختام الثامنة ونذكركم بعناوينها وزير الدفاع الأمريكي يقوله إن بإمكاني واصلت تحديد بداية أي حرب بين إيران وأسرائيل لكنها تجهل مكانها وزمانها مع ترجحه الساحة السورية أفي قدور لبرمان لموقع إلاف السعودي إذا هاجمتنا إيران سنضرب طهران وكل المواقع الإيرانية في سوريا موسكو تبدي قلقها من تصريحات ترامب وماكرون بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وتؤكد الإمكانية لإدراج تغييرات عليه بدء الاستماع في مكان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إلى الشهود بشأن فبركة الهجوم الكيميائي في دوما موسيقى دائما للمزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي لكم التحية من تونس إلى اللقاء موسيقى